بالنسبة للعيد الكبير انا ارطاقيت نعطيكم بعض النصائح الى قبلتوا عليا بعدها العيد الكبير ارطاقيت هي اليه من ليلة العيد ليلة العيد طبيعة الحال ارطاقيت توجد دي القطبان توجد دي شوية توجد شري الفحم توجد ديه في المجمور باش ما تجيكش دي كالفتنة ديال الصباح تلعيد مع الدبيحة ومعات يكون بزاف ديال الشتين اذا حاولي من ليلة العيد توجد دي هاداك شي يباد في الكوزينة يباد تكشيفوك البوتاجيل من القطبان كي قلنامش شوية الفاخرة في المجمور وما نكرهوش تسلقي شي شوية الخضار لانما نبقاش ناكلو غير اللحم 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 تسلقي شي شوية الخضار وخلاها بلا قوان بلا ولفت اللاجة ما كيوقع لها التاشي حاجة المهم ما هاد شي بنتسبة اولا كنتي من الهوات ديال المتبخل المغربي صاوبيها الربل راتاو عنده واحد زعمة الجمالية في ذاك صباح العيد تحت مع الفطور وعنده واحد الوزن دياله في المائدة المغربية وصباح العيد بطبيعة العادرة منتي يجي القزار تقاكب كي قلتي وما تنسيش واحد الحاجة ضرورية كانت تتوق عليناها واحد المشكل في مراكش هو الماء المتيقلا في صباح العيد لان كل شي حال الربينيات او ممتن انا النصيحة اللي كان اعطيك ديالي واحد جوش بانيوات عمرهم بالماء من لافي خاصين بالجزار لان الجزار تيبي يدبحت يخصوا الماء منتي يمشيون حلو للناس الربية خصوص للناس اللي سكن في العمارات انا عندهم مشكل ديالي ما ما تيكونش قاع باتتا اذا نديدي واحد جوش بانيوات كبار من طوستين عمرهم بالماء وخليهم ضيم توجد لي وجديك وبطبيعة الحالي لا بيتي تعاوني الواليدات ديالك او لاعقوزتك لكين بزاف ما يدارة متاي يدبح القزار تيعتك اوما كيعتك تيعتك البطانة هذيك البطانة في ساعتك دهنيها بالملحة الغليضة كلها وشقي هذوك الاطراف بربعة بالموس حليهم بالموس وعمريهم بالملحة لينها ضغيتي يدودو ضغيية اذا عمريها بالملحة وخطيها نشرها فوق شي مثلا عندك شي صندوق في السطح صندوق خاشبي ولا بلاستيكي وما يكون متقب علاش متقب باش ينزل داك المدية الهو داك الدم تينزل وكا تنشف على خطرها كان ديك سعن التقالي تكيمر غضوها في الطراب ولكن دبا ما بقى طراب كين هيرا الشنطي والعمارة وذك شي اللهم هاد الحل دي الملحتي خلاتها تنشف على خطرها تانين غدي اعتك من بعد غدي اعتك الراس الراسحان أنا بطبيعة الحال أنا كان نصفتو الفرنطشي ما كان نهرش رسي بقان شوية ونبقان شوطه ما تنصفتو الفرنطشي مباشرة كان اعطيه الدراليد كي يطيرو بي ديكزة بقي جديد تيمشي لفرنطشي تيشوتو كيتبع للا الدوارة الدوارة غدي اعتك أول ما غدي اعتك القزة غدي اعتك الشحمة هذيك الشحمة ويكي تنشرها في الشمش غدي تديرها تسرحيها ما تتنشر لينها ما تنيدرتها فوق السلك كتلسق طرف على طرف ما بقيت القيمة تهزي فيها وهذيك تبدي لبال زنان لا ما تتنشر غيفشي حاجة مسرحها هكا وفي الضل ما شي في الشمش من بعد غدي اعتك الدوارة الدوارة غدي تاخذيها غدي تتخرجي منها داك العشب اللي فيها تتفرغها تتكب شوية الماء بالمقراج تيكونوا جوشة الناس وحتي يكب المقراج ولا خرشة دوارة تيعمر عليها الماء باشا تسهل داك العشب كله تيخرج بدقة واحدة مني كي يخرج كيت قلبيها كيت قلبيها على الكفاة ديالها وكتكوني موجدة واحدة الكاسوران كي يغالى فيها الماء تيغالى فيها الماء كتبدي انتي كتتعدك سا أجزاء كبيرة وكتغتصي كل جزء ودجبديه في البلاصة مشي تسلق هيغتصي وجبدي مني كتجبدي كتودي تكررتيه بالموس كتولي بحل الفيطات بيضين كتتولي هائلة وإي حاجة قدرتيها بحل مثلا هاد الدوارة هاد الكرشة قدرتيها أحطيها في الماء والملحة والخل والخصوص وشي شنيد شي الطريفات ديال البصلة تتحي ديال ريحة لك المستحبات أماما بالنسبة للريحة كيف قلبيها رأتا نقبتها صحيحة كي تيعتليك زر كتديال الروبيني كتأخذي الجعبة كتديرها في الروبيني هكا هي صحيحة الريحة وكتلقي الروبيني تيب قادا كلمة تيدو هو تينفخ الريحة تينفخها 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 تتولي حد الحجم كبير مني كيتنفخ لك الريحة كتشديل الجعبة من الفيو وكتنخضي هكا تديرو هاد الأجيزة كتتنخضي وكتخوي في ليفية مني كتخوي في ليفية تيجي ولك الكشاك شو الدم وذك شي قاعد اللي كينفخها تيخرج وتتعودية العملية جنوبات أو ثلاثة وانتي كتنخضي وتخبي الماء كتتولي الريحة في واحد اللون فاني دي رائع بحيط أنك تتخلصين بذك الدم وذك الكشاك ديالو كلهم تيخرجوا عاد ديك ساعة كتخضي واحد اللي موس تيكون بوانتو وكتبدي تبعي الجعب كلهم تحليهم غادية وكتحلي في الجعب وتتحلي وتتعودية دوزيا كاكك صحيحة تحت الروبيني عاد كتديريها في القرادة وتقرر ديها طرف 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 وكتبقى تاية مرقدة جانبا بوحدها ما تترقدش مع الدوارة باش تبقى كل حاجة على الطيبة ديالها من بعد كتدوزيل المسارن المسارن مثلا أنا حقيقة ما تنجيك المسارن كلهم كانوا كيدد الناس يدربهم الكورداز وذك شي أنا كان أخذي ذاك المسارن ديال الشحماتي يكون بنين كان قلبو باس ميتو بالقتيب كتخشي فيه القتيب وكتبقى تجبديها بعد لوجيسة ذاكا كتا تتعمري ذاك القتيب بالمسارن وتتقطعي بالموس من بعد كتجبديه في صان صانفير وتي تقلب تيولي ذاك الشحمة كين الداخل والمسارن قلب على برا تكساك تحتي كتك الرطيب سويلة هكا تيخرج من ذاك شي اللي فيه وطاو تديريه بوحده مع الملحاء والخل والماء تتخلي دايلي تكون للتاتلية الباسينة هادي فيها الكرشة هادي فيها مسارن هادي فيها اسميته الريا والجعب يوودك ساعدك شلي لاخرها كيتشوا الكبدارات تتشوا احنا احنا كايكي لكيس لقاحنا فمراك شلاء احنا كنشوي وهاكاك صحيحة تتشوا صحيحة عاد كاتقرر ديها دي كيب هكا وتتقوي باشي تصوب الزنان اني كاتتشوا ليك الكبدار اي كاتمشي جيبي ديك الشحمن اللي نشرتك كاتبدي تلفي عليها وكاتدي لي الملحة تيكون نحن محطوط حدك الملحة والكامون والتحميرة يعني في الفلامة تحونة كاتدردري وتخلطي مزيال الكبدار وتبدي كاتلفي وكاتصوب في الزنان اي ووديك ساعتين بقى ديك الساعة يلا بغيتي تديري مثلا لقددي تيغس كيتمشي لدو كل اللحيمات اللي يكونوا في الصفق اللي تيكونوا في الجنب ديال ديال ديالة ديالة تنخليوها العاشور تايتن ديرها قديد بغيتي تديري مثلا شوية من دلعة غير هو الشرط الوحيد يلا بغيتي تديري الجديد وحاضر فيه العظم ضروري ما تشخش خيب الساطور تتشخش خيب الساطور وكات عمري بالملحام زيان داك العظم لنا تيدود العظم وخاتي تتملح اللحم مع التوابيل تتملح من على براءة إلا كان فوسط منها مثلا طرف ديالة أو طرف ديالة دلعة تيدود إذن كاتدربي هو اللول بالشقور فوق المقدة فوق القرطة نقول احنا القرطة ديك ديال العود كاتدربي علاتي تشخش خمزيان عادي كاتعمري بالملحة عادي كساكت ديريات توابيل وكاترق ديالة على الأقل 24 ساعة 24 ساعة عادي ترق داك عتا تجزي تنشرين طريقة نشر طايا كدريك عندها وحد الحكمة تنشرين من العشرات الصباح تلخمسات العشية علاشي باش مينزل عتيش ندا ديال العشية داك ندا التهواتي يجعلو يصوف وباش تحافظي عليها من الدبان ديالي واحد الزيف داك 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 تقمت قب ديالي نشره داكي من متيكون فيش مش حارة نشره عليها داك التوب تيحافظ عليها من الدبان ومن الغبار ومن الميكروبات ومن الأشية للأشية دخليه وعاودي الصباح نشره إلا كان بحده بامن راكش راير وسبوع تيوجد فيها لقد ديال تماما يوطن تلاعلم را عطيتها بالزاف ديا لحويس نتمنى نكون فتكم ولكش دي كان عارف وشكرا لكم اشتركوا في القناة